أصدرت المحكمة اليوم حكمها بخصوص القضية التي رفعتها وزارة شباب الرياضة ضد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد السابق حبيب لعبان والتي اتهمته بالاختلاس وسوء التسيير على ضوء تقرير مفتشية العامة للوزارة وتم إصدار حكم السجن في حق لعبان لمدة خمس سنوات في سابقة أولى من نوعها وهذا بعد أن قررت الوزارة رفع القضية إلى العدد